جيش الاحتلال يوصل انتهاكاته المتواصلة بحق القوات الأممية المنتشرة في لبنان يونيفل على أمل دفعها للتخلي عن مهامها الأممية محاولات يبدو أنها نجحت مع البعض فقد أعلنت الأرجنتين بشكل مفاجئ سحب قواتها من جنوبي لبنان انسحاب يأتي بالتزامن مع الإعلان عن إصابة أربعة من عناصر يونيفل التبعين لدولة غانا جراء صاروخ استهدف إحدى القواعد شرق بلدة راميا اللبنانية وكذلك تنفيذ هجوم صاروخي على مقر الوحدة الإيطالية التابعة ليونيفل وهو ما استدعى توجيه إيطاليا بشكل رسمي الاتهام لكل من حزب الله وإسرائيل مطالبة بعدم التعرض لقواتها يونيفل التي تنتشر على طول الخط الأزرق بقوة قوامها عشرة ألاف جندي أكدت عبر متحدثها الرسمي تعرضها لضغوط وصفتها بالمتزايدة لسحب قواتها بينما تؤكد إسرائيل أن قوات الأمم المتحدة توفر درعا بشريا لمقاتل حزب الله مطالبا القوات بإخلاء جنوب لبنان من أجل سلامتهم وهو الطلب الذي رفضته القوة بشدة وأكد المتحدث باسم يونيفل أندريا تينينتي تعرض القوات لهجمات إسرائيلية متعمدة في الأشهر القليلة الماضية نافيا عدم وجود مؤشر لتراجع الدعم للمهمة وأنه لا نقاش للانسحاب الكامل مؤكدا العمل على إصلاح المواقع المتضررة والاستمرار في مراقبة الخط الأزرق فيما قرر رئيس إدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكرواء زيارة المنطقة وأكد عاقب عودته على ضرورة التزام كل الأطراف تجاه ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات معربا عن تضامنه مع أفراد بعثة يونيفل ودعمه لهم ترجمة نانسي قنقر